أعربت سفيرة سويسرا بالقاهرة إيفون بومان عن تقديرها وتثمينها للجهود المصرية لتمكين الكوادر الشابة كما أكدت سفيرة سويسرية ساعدتها بالإنجازات التي قامت بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا التوقيت القصير منذ إنشائها جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة راشا راغب رئيس الأكاديمية لسفيرة السويسرية خلال زيارتها الأولى للأكاديمية بعد توليها لمنصبها في مصر لبحثي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية وشركائها الاستراتيجيين في سويسرا وعلى رأسهم معهد جينيف للسياسات الأمنية